في المغرب بدأت الأحزاب السياسية المتنافسة في الانتخابات التشريعية والمحلية بدأت عرض برامجها الانتخابية وخوض حملاتها لإقناع المواطنين بالتصويت لها يوم الانتخابات المرتقبة في الثامن من سبتمبر المقبل ولكن تدعيات جائحة كورونا ألقت بضلالها على أجواء الحملات الانتخابية والتي بدأت بوصف مراقبين باهتة نظرا لجملة الإجراءات الاحترازية والتي أعلنتها وزارة الداخلية هذه إحدى أولى الحملات الانتخابية الميدانية في أحد أحياء العاصمة الرباط مع انطلاق الحملة الانتخابية في المغرب غابت المنشورات وبعدد قليل من الأفراد تبعا لما أملته ظروف جائحة كورونا نحن نتقياد بشكل مطلق بالإجراءات الصحية حاليا وفي تالي لدينا واحد العشرة نسوح مجموعة المجموعات لتمشيط المنطقة التي نشتغل فيها كل الصباح نتلقوا مع الإخوان دينا نوزعوا الأمور الصحية نوزعوا بتباعد الاجتماعي نخرجوا عشرة دينا الناس الهدف دينا هو إيصال الرسائل الإصلاحية دينا الهدف دينا هو إيصال النتائج التي ندبها حاليا في احترامين تم للإجراءات الصحية وزارة الداخلية منع التجاوز 25 شخصا في التجمعات العمومية في الفضاءات المغلقة والمفتوحة ومنع نصب الخيام أو تنظيم مهرجانات خطبية وعدم تجاوز عشرة أشخاص في جوالات الأحياء الانتخابية وخمس سيارات في قوافل الأحزاب هذا الحزب مثلا اختار الفضاء الرقمي ومواقع التواصل الاجتماعي لخوض حملته الانتخابية وإبلاغ الناخبين ببرنامج الحزب الانتخابي ووعود الإصلاح الوسائل الحملة الانتخابية ممكن تكون سباب في الانتشار الوباء ونحن من داخل تحالف دولة اليسار نركزه بشكل أساس على الصحة المواطنين المواطنين وبالتالي هذه المسألة للصحة التي تفرض علينا أن نعتمده بشكل أكبر على وسائل التواصل الاجتماعي على ما هو رقمي 32 حزبا يخوضون الاستحقاق الانتخابي تشريعيا ومحليا بحضور أربعة آلاف وخمسمائة ملاحد دولي ومحلي وسط صياق أثرت فيه الجائحة على الأحزاب المشاركة في تواصلها مع المواطنين الحملة الانتخابية لهذه السنة مرت بشكل هادئ السبب معروف الذي هو الجائحة الكورونا التي فرضتها لعدد الإجراءات المغرب طبعا اختار أنه يستمر في التداول يستمر في الجوانب المؤسساتية دياله ولكن كذلك اختار أنه يعني يغلب صحة ديال المواطنين كانت أعتقد بأنه المشاريع أو الإدارة الانتخابية كانت منتبهة لهذه المسألة ما سيشفع للعمل الانتخابي وربما يعني سيقلل من الخصائر ديال ضعف المشاركة الانتخابية هو تنظيم انتخابات الجماعات الترابية وانتخابات شريعية في يوم واحد لماذا؟ لأنه انتخابات ديال الجماعات الترابية معروف أن مستوى التعبئة يكون فيها مرتفع إصلاح الاقتصاد المتضرر من الجائحة وتخفيف نسب البطالة والعجز التجاري وإصلاح قطاع الصحة والتعليم هي من أهم المجالات التي أبرزت الجائحة أولويتها الاجتماعية وهي اعتبارات تؤثر أيضا أجواء الحملة ووعود المرشحين حملات فاترة وباردة بخلاف الأعوام الماضية هكذا توصف أجواء أول أيام الحملة الانتخابية في المغرب وجاءت حسب مراقبين بين سندان تداعيات الجائحة وإجراءاتها الاحترازية ومطرقة الخوف من العزوف الانتخابي وعدم التقى في الأحزاب المتنافسة فاطمة بغنبور الحرة الرباط اشتركوا في القناة